عيلي في هذه المباراة أربع لعبين في الدفاع محمد هاني رقم 32 في الجانب الأيمن قلبه الدفاع اسلام جمال قادي انطلاقة بناحية الشمال حسن يوسف انطلاقة طالت الكورة لكن حكم اللقاء المساعد لم يرفق الراية حكم اللقاء ما صفرش وبالتالي كانت فرصة بالفعل في منتهى الخطورة واختراق أول عن طريق حسن يوسف رقم 11 في طلاع الجيش من الجبهة اليسرى طلاع عبادئ بقوة طلاع الجيش صعوبة المباراة تأتي قادي كورة تانية وسقوط على الأرض في منطقة الجزاء ومطالبة بركلة جزاء هيرفي أوسالي اللعب البوركيني لكن محمود باسيوني حكم المباراة يرفض احتساب أي شيء في لعب على الأرض وصلنا للديها التالتة قادي كورة هيرفي أوسالي اللي سقط فيها في منطقة جزاء الإسماعيلي ويبدو انه بالفعل في بعض المبلغة من هيرفي يعني هو لو ساب الأمور تمشي بشكل طبيعي أوبشاك